لنهار اليوم بداية توصل رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة مشاركتها في أشغال الندوة العالمية للعمل في دورتها المئة والعشرة بالعاصمة سويسرية جونيف وممثلة في وزراء العمل لعدد من البلدان العربية وأعضاء منظمة العمل العربية توصل رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة مشاركتها بحضور وزير العمل وتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة هذا وثمنت سعيدة نغزى بالمناسبة الجهود والتدابير التي بدرت بها منظمتي العمل الدولية وأرباب العمل الدولية لمواجهة أثار الأزمة الصحية العالمية وتحفيز الاقتصادات بهدف إعادة بعطي النمو الشامل الذي يخلق فرص العمل ويقوم على تعزيز العمل اللائق بوضع العامل في صميم السياسات الإنمائية